قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي اللهم العن من ظلم الزهراء لعن لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى أخوان أرجوكم والله لو لما خافت الله لأقول لكم متى وفي أي لحظة لكن أخاف من التوقيت أرجوكم الإيمان ظاهر أعدوا له بزادكم فإن الزادة نعم الزادة التقوى أصلح ذات بينكم أحفظوا أعراضكم مثل ما تحافظون على ديناركم ودرهمكم وأرجوكم أن تقرؤون في دبر كل صلاة هذه الآيات رح أعددها لكم في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة فيقول الإيمان ماذا تفيد هذه الآيات؟ هذه الآيات الصور أولا صورة الفاتحة إذا لم تستطع أربعين سبع مرات أو عشر مرات بالتحديد آية الكرسي أربعين مرة وإذا لم تستطع عشر مرات أو سبع مرات قل اللهم مالك الملك هذه أربعين مرة وإن لم تستطع عشر مرات وشهد الله إنه لا إله إلا هو هذه الآية أربعين مرة وإن لم تستطع عشر مرات وآمنا هذه الآية أربعين مرة وإن لم تستطع عشر مرات فاعلموا والله ما قاله إن يقول الإمام علي في دبر صلاة أو عند منامه إلا هو شنو؟ شهيد أو نبي أو وصي شهيد أو نبي أو وصي مستحيل وعد مستحيل وعد ذني داوم عليهم إن لم يكن شهيد أو نبي أو وصي فاعلموا إن الإمام على الأبواب لعلها تخفف من وطأة ذنوبكم فإنها تمنعكم من الذنوب وتبيض وجوهكم ويدر الله عليكم برزق عظيم لأن الله عظيم في كل شيء ترجمة نانسي قنقر